طبعا أريد أن أسمع تعليق سريع منك دكتور سمير حول ما استطعت سماعه من ترامب شكرا جزيلا أعتقد اللهجة الجديدة التي يمكن ملاحظتها لدى ترامب هي لهجة أكثر تصالحية أكثر اقتراب لمد اليد للآخرين اعتدال في التوجه للديمقراطين لن تحدث أعمال عنف من الجمهورين وقال أنه سيمد يده أيضا للديمقراطين لأول مرة يمتدح بشكل صريح الديمقراطين هذا السلوك كانت اتبعته كمالة هاريس البارحة وأول البارحة والآن يدخل عليها أيضا ترامب وهذا يظهر أن مدى الاحتدام في رأيي أنا في الصراع الجاري الإيكانوميست اليوم تقول بأنه فرص هاريس للفوز برئاسة ترتفع من 50% إلى 56% نعم هذا يتعلق بقياس درجة حرارة الحماس لدى الديمقراطيين كما شاهدتم حتى في فلوريدا الولاية التي تعتبر محسومة لجمهوريين كان هناك الآلاف من الديمقراطيين ميزة الحملة الأمريكية الديمقراطية هي أنها منظمة جدا مضبوطة جدا موزعة جدا ترامب يعتمد على الكاريزمة الشخصية وعلى دوره هو شخصيا في التنقل حتى استبعد في الفترة الأخيرة نائب الرئيس واستعبذ عدد من الشخصيات الإشكالية حولها